أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الكارثة الإنسانية التي تحيط بسكان قطاع غزة تطلب دخول المساعدات بشكل كامل وآمن ومستدام منوها لأهمية عدول قوات الاحتلال الإسرائيلية عن تعمد حجب جزء من المساعدات أو تأخير دخولها للتضييق على سكان القطاع جاء ذلك خلال استقبال شكري وزيرة الدولة للتعاون الدولي لدولة قطر والتي أكدت حرص بلادها الكامل على التنصيق والعمل مع مصر في إطار وحدة الهدف الخاص بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والرفض الكامل لتهجير الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع أو خارجه